اي شي بلاش حلو يا خوي اهلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا عليكم بمقطع جديد ومقطع رديد ريدمشن توز اللهب طبعا في هذا المقطع رح اعلمكم كيف تجيبون ملابس في الونلاين ببلاش وبدون ما تدفع ولا حاجة يعني رح تاخذ لك اي قطعة من الملابس بلاش 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 يعني تبغى طاقية تبغى مثلا جاكيت فيست شيرت بانطلون جزمة طاقية بندانة ربطة عنق كل شي كل شي رح تاخذ ببلاش وبدون اي تعب بحركة جدا جدا بسيطة وجدا سهلة طبعا هذه الحركة ما عليها اي باند ولا عليها اي حاجة هي حركة جدا جدا بسيطة طبعا انت تتعامل مع شركة روكستار شركة روكستار ابدا ابدا ما هي مهتمة بالقلتشات يعني في جراند كرفناهم كرف بقلتشات الفلوس ونسخ السيارات وغيرها مع ذلك ما حتى جاء باند ابدا ما حتى جاء باند فروكستار يعني ما هي مهتمة بالقلتشات الصغيرة هذه في الاول والاخير انت مخير تبت سويه براحتك ما تبت سويه ايضا براحتك لكن انا سويته وما جاني اي شي ولا راح يجيني اي شي فيلا نخش في المقطع طيب اول شي راح تتوجه لي اللي هو تيلر او محل الملابس في مدينة الساندينيس بعدها راح تخش على المحل سلام عليكم وعليكم السلام تروع عند البائع تضغط بعدها راح تضغط له مثلث ضاغط عشان يدخلك على الكتالوج لم تطلع لك هذه الصفحة اختار اش تبغى تشتري سواء كانت بنطلونات طاقيات فست شيرت او جاكيت اختار من هذه القائمة ايش تبغى تشتري طبعا انا في هذا المقطع راح اشتري كوت فخشيت على الجاكيتات طبعا الان اختار الشي اللي يعجبك على سبيل المثال انا خشيت على الجاكيتات فاختار الجاكيت اللي يعجبني طبعا انت تقدر تاخذ اي جاكيت يعجبك سواء كان بفلوس مقفل بالذهب او انه اوصل الراك معين عشان ينفك معاك الطريقة انت راح تقدر تشتري اي شي في الكتالوج طبعا انا انصحكم صراحة انكم تاخذون اللي هو اللي ذر جاكيت او هذا الجاكيت زي ما تشوفون في الجيم بلاي لانه جاكيت جدا جدا اسطوري وجدا مفيد في الحروب يعني هذا الجاكيت انت لما تحارب راح يعبيه لك اللي هو الديد اي اوتوماتيكيا هو راح يعبي الديد اي فاللبس هذا جدا جدا رهيب لا تنسون تاخذونه بهذه الطريقة طيب من هنا اختار اللون والشكل اللي تبغاه من الجاكيت او القطع حلو على سبيل المثال انا في هذا المقطع راح اختار اللون الاسود من هذا الجاكيت فحطيت المؤشر على اللون الاسود حلوين ركز معايا الان لانه راح نبدأ في الخطوات الفعلية للحركة حقنا طيب اول شي خليك ضاغط على في جميع الخطوات الجاية حلو خليك ضاغط على مرة لا تشيل صباعك من الالتو حلو خليك ضاغط على الالتو الان اضغط الهوى الدائرة عشان يرجعك للكتالوج بعدها خليك ضاغط على دائرة عشان يبعد الكتالوج حق المحل بشكل كامل هذا كله يصير وانت ضاغط الالتو راح يطلعك من الكتالوج خليك ضاغط برضو على الالتو الان اضغط الهوى السهم يسار ضاغط عشان يطلع الهوى الكتالوج اللي في جيبك حلو لما يطلع الكتالوج اللي في جيبك روح عند الهوى اخر خيار او خيار اللي هو الكلوتس بعدها روح اشتري اي شي رخيص يعني اربعة دولار عشرة دولار زي كذا لكن انا انصحك روح عند الهوى الاكسي سيريز بعدها اشتري هذه الاحزمة لانه سعرها جدا جدا رخيص وراح يكون تقريبا خمسة دولار طبعا اشتريها اختار اللون بعدها رح تضغط الهوى دائرة بعدها دائرة ضاغط عشان يرجعك من الهوى الكتالوج اللي في يدك وانت خليك ضاغط على ال 2 حلو يعني كل الشغلة اللي صارت قبل شئية وانت ضاغط على ال 2 الان رح تتوجه مرة اخرى اللي هو الوردروب او غرفة تبديل الملابس وراح تكون هنا زي ما تشوفون نروح الخيار اللي هو البوتس او الخيار الرقم 15 حلوين الان رح تتمي ضاغط على سهم تحت بحيث انه يبدل بين الهوى الجزء الان شيل يدك من الهوى ال 2 بعدها اضغط الهوى دائرة وراح تلاحظ انه الجاكيت موجود وعلى شخصيتك او شي اللي اشتريته رح يكون موجود الخطوة اللي بعدها خطوة جدا جدا مهمة انك تضغط الهوى R3 اللي هو تكبس بالجير اللي في اليمين عشان يحفظ لك اللبس زي ما تشوفون في القيم بعدها رح تروح عند الهوى أو الخيار بعدها رح تضغط R1 عشان تطلع لك الهوى أو الملابس اللي عدلتها دور على اللبس حقنا وضغط عليه مربع اذا كان عند الخيار المربع موجود لكن غالبا بمجرد ما انت ضغط R3 رح يحفظ اللي هو اللبس حقك أو الجاكيت حقك أو شيء اللي اشتريته على حصانك طبعا تأكد 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 انه اللبس حقك موجود في الخيار الثالث اللي هو زي ما تشوفون هذا الخيار تأكد انه اللبس حقك أو الجاكيت حقك موجود هنا اذا موجود فانت وضعك تمام فعشان تتأكد مية بالمية انه اللبس ينحفظ معاك لازم يكون اللبس أو القطعة موجودة في هورس أو هذه القائمة زي ما تشوفون في القيم بلاي وعشان تقطع الشك باليقين اروح عند له وحصانك اضغط بعدها اروح اضغط الى ما توصل بعدها روح عند له وشوف بدل بين الملابس الموجودة عندك فاذا شخصيتك طلع لهو اللبس فاعرف انه وضعك تمام وكل شيء مصبوط طيب الصالح اذا غيرت يروح علي اللبس لا ما يروح يا خوي راح يرسبنك بلبس عادي مختلف جدا عن اللبس حقها كله عليك انك ترجع لحصانك بعد ما ترجع لحصانك تختار اللبس حقك وعلى طول راح تحصل شخصيتك اللبس اللبس عرفتك كيف فهذه هي الطريقة اذا غيرت سيرفر وايضا ترى اذا طفيت السوني ولا حاجة ترجع تسوي نفس الطريقة تلبس اللبس عن طريقة الحصان وعلى طول راح يطلع معك فهمت الوضع يعني سوي لك طقم بلاش كذا زي اللهب واستغلوا هذه الطريقة يا اصحابي طيب كده وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك لعجيكم هد الان يبوي اجبت لكم ملابس بلاش ما تبوي نعطيكم هد هد دمر لكم الجبه ها يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة